هل عادت قضية الحساب المشبوه حمزة مومبيبي الذي نشر أسرار المشاهير إلى الواجهة مرة أخرى؟ وهل انتهت حياة الفنانة المغربية دنيا بطمة داخل مقر احتجازها على خلفية القضية؟ دنيا بطمة فنانة مغربية أثارت أزمة بين جمهورها خلال الساعات الماضية بعد محاولة استهدافها أثناء تواجدها في مقر احتجازها لقضاء عقوبة حبسها على خلفية الحكم الصادر ضدها من محكمة مغربية بدأت قضية الفنانة المغربية دنيا بطمة بعد تورطها في إدارة حساب حمزة مومبيبي والذي تحول إلى مصدر خطر على كثير من المشاهير والفنانين المغاربة تخصص ذلك الحساب في نشر كواليس الأسرار الشخصية للعديد من المشاهير بعض المعلومات التي كان ينشرها حساب حمزة مومبيبي كانت وقائع صحيحة لكن كثيرا من تلك الوقائع تسببت في أزمات لشخصيات استهدفها ذلك الحساب بدأ الحساب المشار إليه في الرواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكانت المعلومات المنشورة عليه بشأن علاقات الفنانين والمشاهير وتطورات حياتهم سببا رئيسيا في انتشار حساب حمزة مومبيبي على نطاق واسع من دون دفع دولار واحد كتكلفة أعلانية للحساب لكن نشر المعلومات بتلك الطريقة وضع كثيرا من الفنانين والمشاهير في المغرب في موقف شديد الحرج لقد وجدوا تفاصيل أخلاقية رائجة عنهم ويتم بثها على الهواء على الفور تقدم المتضررون من تلك الأخبار إلى جهات التحقيق والقضاء المغربي حمل المتضررون من نشر تلك الوقائع الفنانة المغربية دنيا بطمة المسئولية كاملة في نشر تلك المعلومات عن حياتهم وتعمد استهداف صورتهم أمام جمهورهم المغاربة والعرب وبدأت النيابة العامة المغربية التحقيقات الموسعة بعد استدعاء هذه الفنانة وعدد من أقربائها فريق البحث والتحقيق في القضية توصل إلى ثبوت تورط دنيا بطمة فيما أثير من أزمات واستهداف لسمعة زملائها الفنانين وعدد من المشاهير الأدلة والإثباتات التي تسلمتها المحكمة وضعتها في موقف صعب لقد تبين أن هذه الفنانة استغلت عملها ببعض المعلومات في الخروج بمحتوى مريب حول العديد من زملائها تمت إحالة دنيا إلى المحكمة وفي يوم الجلسة خرجت الفنانة المغربية قبل صدور منطوق الحكم عليها في الوقت الذي تجمع فيه عدد من الجمهور أمام المحكمة قيل بأنهم كانوا مدفوعين من بعض خصوم دنيا بطمة وتعالت الهتفات ضدها منذ ساعات انتشرت أخبار تتحدث عن نهاية دنيا بطمة في موقع احتجازها حيث كانت تقضي عقوبة بعد الحكم عليها في قضية حمزة منبيبي بعد ثبوت إدانتها باستهداف سمعة أبرياء إلى أن قررت إيمان بطمة شقيقة دنيا كشف الحقائق أمام الجمهور وخرجت بتصريحات تؤكد فيها أن شقيقتها لم تنهي حياة نفسها وأنها لا زالت حية ترزق ترجمة نانسي قنقر